امتداداً لسلسلة المؤتمرات النقاشية التي تنظمها اللجنة الفرعية المنظمة للحوار الوطني الشامل والتي تشمل محاور عدة فإن الإطار المؤسسي والعلمي للجنة نظم مؤتمر نقاش حضاره قادة المجتمع المدني وبعض ممثلي الأحزاب السياسية بعنوان الصراعات القبلية والنزاعات الأهلية بين الرؤات والمزارعين وأهمية دور القادة التقليديين المحاضرون عرضوا صراعات والنزاعات وتقسيماتها وبينوا الحلول لهذه الظواهر السلبية وأن السلام والتعايش السلمي بين الرؤات والمزارعين ضرورة حتمية يمليها واقعنا الحضاري والثقافي والإنساني بقرض السلم والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد كما أن للسلطة التقليدية تلعب دوراً محورياً في بناء السلام والوساطة بين السلطة الإدارية ومكونات المجتمع المدني لأمن الأشخاص وممتلكاتهم ومن أهم أسباب النزاعات وتأجيج الصراعات تحيز بعض القادة السياسيين بشكل غير منهجي يودي إلى تفاهم الوضع وعلى السلطات التقليدية لعب دور أكبر في حل النزاعات وقد تداخل العديد من الحضور بمداخلات واستفسارات علوها تسهم في حل حالة النزاعات وتقدم اقتراحات من شأنها تقارب وجهات النظر بين الرؤات والمذارعين الذين يعيشون في كنف الدولة الواحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر